نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخيرا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخد الإسلام Dear respected brothers and sisters in Islam يقول ربنا تبارك وتعالى في صدر سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى سيقول في سورة الأنفال في بداية سورة الأنفال سورة الأنفال سورة الأنفال سورة الأنفال أم محمد صلى الله عليه وسلم إذا ستسألونك عن تبوتين سورة الأنفال ثم الإسلامية أخبرهم تقل الله واصلح ذات بينكم تقل الله واصلح ذات بينكم واصلاح البيه هو كلام عام وفيه تخصيص and to fix between yourself that is general talk and it could be special for certain issues but in general we will speak today ونتكلم اليوم في إصلاح ذات البين بصفة عامة وخصوصا ما يقع بين المسلمين من شحناء بين الرجل وأخي وبين المرأة وأختها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا من الشحناء والبغضاء والتدابر والتقاطع لأن ذلك يضيع الدين وأن ذلك يجعل الحسد يدب إلى القلوب فنعوذ بالله من أن يدخل الحسد والبغضاء قلوبنا اللهم أمين وقد يكون إصلاح ذات البين فريضا بل هو بصفة عامة فيه رخصة لمدة ثلاثة أيام وقد يزيد عن ذلك إلى ثلاثة سنين أو يزيد وذلك وفق حالي المتشاحر وسبب التشاحر The problem between two guys We have a permissible time for us if you have a problem with someone it's permissible for you to stop dealing with him for three days This is the limit by الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم If the reason was a worldly reason وثلاثة أيام وفي رواية للإمام مسلم رحمه الله ثلاثة ليال ثلاثة ليال وقد حملها البعض عن المقاطعة بين الرجل وامرأته وقد حملها البعض عن المقاطعة بين المسلمين بصفة عامة ذكورا أو منازل المقاطعة the problem could be between a man and his wife and could also be between any two Muslims or group of Muslims against someone it is okay to extend the time more than three nights as it is mentioned in the الحديث مجموعة من الإمام المسلمين يمكن أن يصل إلى أكثر من ثلاثة عاماً إذا كان هناك حسناً على ذلك فإن كان السبب في رفع راية الدين فهذا جائز ولكن لا بد أن ينضبط بضوابطه الشرعية ففي الحديث الذي رواه الإمام المسلم من طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحد لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسبب الإمام المسلم يمتلك حديث على المسلمين أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن حالا ليس التحرى أن يسلسل من النبي أو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أبي 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 وهو أن يرمي لتحنطني فقط التي يجتبون و Π IP هذا سado offs و المتق ق движ بنفس وأيضاً عندنا هذا الحديث في حديث مطول للإمام البخاري من طريق أنس بن مالك وقد حدث هذا في واقعتين أن يكون المقاطعة طويلة وذلك إذا كان الأمر متعلق بحدود الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة أن يقاطعوا الثلاثة الذين خلفوا وتقرؤون جميعاً قصتهم في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا هؤلاء الثلاثة أشهرهم كعب بن مالك رضي الله عنهم وأرضاه ومنهم أيضاً مرار بن الربيع وهلال بن أمية ثلاثتهم كانوا قد تخلفوا عن غزوة تبوك وما كان لهم من عز فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد صدقوه في المقولة أنهم ما كان له وظل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بمقاطعتهم فبلغت المقاطعة خمسين يوم هذا تجاوز الثلاثة أيام وتجاوز الثلاثة أيام لأنهم تخلفوا عن تلبية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد وكانوا عليه قادرين ولكنهم ما أخرهم إلا الكسر كل يوم يقولون غداً غداً حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم لدينا دو مقاطعات إذا كان الوقت ستساعدني سأخبر بأماناً أخرى سأخبر بأماناً والأخرى سيكون بين مغرب والجهاد الأولى ستساعدني في سورة براءة سورة التوبة سورة نوع 9 عندما الله سبحانه وتعالى قلت عن ثلاثة شخص الذين يتساعدونهم لا يتساعدني كل يوم يقولون يقولون الثلاثة 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 ثلاثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدينة من تبوك ولكنهم كانوا مجددون عندما أتحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الحقيقة الكثير من الأخرى منفطين إبوكريتين كانوا يقضون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرك منهم وكان يتحرك منهم وأتفاهم ولكنهم تتحرك من الأ vérification وكانوا انهنا وكانوا جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مجال اجل مجال مجال for them complete complete sanction till Allah decides what he wants that boycotting took 50 days till Allah S.W.T accept their repentance and they've been released and they've been back to the normal relationship with all the Muslims لذا، إذا كان شيئاً بشكل إسلام، لديك الحقيقة أن تبقى هذا الشخص أو أن تبقى له، لذلك أنك لا تبقى منه، لا تسلقه له، أو أن كل المجتمع يمكن أن تفعل ذلك لأن تبقى هذا الشخص إلى توقف الإسلام لاحقًا. نحن نتحدث عن الحياة في المنزل، بعض الناس لا يوجد الحياة في كل شيء، من الله، أو من المسجر، أو من الأجل، أو من الناس، أو من الناس، لا يوجد الحياة، لا يوجد أي مختلفة. لذلك، إذا كنت تبقى من ذلك، فهو تبقى من المسلمين لتبقى هذا الشخص. إذا كنت تبقى الحرام، تبقى هو لتبقى لتوقف، لذلك سوف يسرح حقًا من المقبل، وإذا سوف يقول له بأنه إذا كان من تبقى، سوف يقول له بأن هذا محدد لني بسبب لديك، بسبب لديك، بسبب لديك حرام، حرام سوف يخرج. ثم جميع الناس سوف يبقى إلى المسلمين، وإن ربما سوف نضع الكثير من هذا الشخص لتبقى منه أكثر، لتبقى منه أكثر، لتبقى منه أكثر، لتبقى منه أكثر، هذا من الإسلام أيضًا، إذا كان الإمام أو أي شخص مبتدع، فلو كان هناك من المسلمين ما يحاد الله ورسوله عياناً بياناً بغير حياة، على المسلمين فراداً وجماعة أن يتصرفوا تصرفاً طبيعياً تلقائياً بمقاطعته، فلا يشترون منه ولا يبيعون له، ولا حتى يلقون عليه السلام إن كانت هذه المقاطعة تجدي معه، ولكن قد يكون هذا الرجل مقاطعته لا تجدي نفعاً، فهو عنيد، وإن أكل الترار، لن يرجع، ولم يعود إلى الحياة، ولن يطع الله ورسولك، ففي هذه الحالة، دعك منه، ولا تشغل النبالك به، وإن كان رجل في الجماعة، أو حتى إمام المسجد مبتدع، فيجوز لكل الناس مقاطعته، أو لفظه، لأنه مبتدع، ويصر على بدعته، ففي هذه الحالة، يحق للمسلمين بلفظه من بينهم، واستبداله برجل آخر يقيم بينهم السنة، ثم إن كان فرداً عادياً، يقاطعه الجميع إلى حين، حتى يرجع عن غيه، وعن قلة حيائه مع الله ورسوله، فإن فاء، فإن الله غفور ورحيم، وإن استمر في عصيانه، فلا عليك لو قاطعته سنين، لا تكلمه، لا تسايره، لا تضاحكه، قد إذا ألقى عليك السلام يمكنك أن تخفي سلامك، فترد سراً، تريد اكثار الضغط عليه ليطيع الله ورسوله، إن if a person who is an innovator and he is a innovator and he is a innovates in the deen of Allah, حتى لو كان يماماً من هذا المسجد لذلك يجب أن يساعده أو يجب أن يتعلمه ويجب أن يساعده مع أخرى من أجل يتعلم المجتمع بينهم وإذا كان كان هو طبيب عظيم في المجتمع ويجب أن يتعلم معاً لا يتعلم أيضاً بأجل كل الناس منه يتعلم كذلك لذلك يتعلم المجتمع سيكون مثل لو أن يتعلم معه برحبه لن تتوقف حرام لن توقف حرام لن توقف حرام لن توقف حرام لن توقف حرام من أجل أو أجل ذلك أجل يجب أن يتعلم بإجراء رمضة رمضة من المسلمين لن توقف حرام أو يجب أن يتعلم المجتمع لن توقف حرام أو لا نريد أن تتوقف حرام لن توقف حرام لو أن تتوقف حرام لن تقوم بعمل ما تفعل لن توقف حرام الكثير من المجتمع لا يتعلم لو أن المجتمع سيحدث عنهم لا يتعلم ونحن تحاول لن تجد لن توقف حرام حرام كما توقف حرام كما توقف حرام لا يتعلم لا يتوقف حرام كما توقف حرام كما توقف حرام كما توقف حرام كما توقف حرام وصلى الله وسلم مبارك على النبي الحديث الثاني لا مجال له الآن لأنه طويل نوعا ما فيحتاج مثل الوقت الذي مضى نتكلم عليه بين المغرب والإشاء وهو خاص بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخرى لا أستطيع أن أتحدث عنه الآن لأن الوقت توقف حرام والذي أتمنى أن أتمنى أن أتمنى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين من التباغض والتشاحن والتدابر كما أورد الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على المؤمنين ولا يوجد أحرص منه على المؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليه ما علبتم فهو صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن ينبهنا إلى كل معصية قد تجلب سخط الله ولو تكررت المعصية بين الناس لفشت بين الناس فلولو فشت المعصية بين الناس لستحقوا جميعا العقوبة وإن كان فيهم صالحون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين ومن المؤمنين فالنا أخذنا فهو صحيحنا ربعنا فهو صحيحنا كبير جميعا في حياتي ومذلك ربعنا نحن أخذنا ستكون أخيات أو أحياتي في الإسلام و أيضا يقول أنه لا تساعد أخيك لذلك 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 ثلاثة دقيقة إنه مباشرة أن تذهب إلى هذا الرجل أرجوك أخيك أخيك أخي لا أريد أن أتحدث أرجوك أخي أخيك أخي أخي لا أريد أن أعرفه لماذا؟ و ربما يمكن أن يكون بعض دولار أخذ الله و الذي يأتي أولا و يقول للأخرين السلام عليكم أخذ و أنه لا يستطيع أن يستطيع منه أولا الذي أعطيت السلام هو من المسجد ولكن الثاني يأتي أخذ أيضا لذلك أتمنى لا أحد في المسجد من اليوم لا يستطيع أن يكون أخذ أخذ أو أخذ 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 كم أحبه عندما كنت أخذ 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 أقول شيئاً في خلال هذه الخطوة الإمام أحمد شاكر المحدث المشهور أحمد شاكر في عمدة التفاسير قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل المرأة نفسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حديث أحمد شاكر المشهور أحمد شاكر المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام الباني قال هذا هو حديث حديث في صحيح الجامع أنه ليس لذل المسلمين أن يذل المرأة قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتحمل من الأمور أو يضع نفسه في الأمور التي لا يعطيقها ثم بعد ذلك هذا ليس من الحديث ثم بعد ذلك يبحث عن العلم ويبحث عن الأعذار لذل المسلم يجب أن يسهل على نفسه بصيرًا ولو ألقى مع زيرًا ينبغي على المسلم أن يجدنب الشوهات ويجدنب الشهوات المسلم يجب أن يجب أن يضع نفسه على تقبل صحيحه ثم بعد ذلك بعد أن الناس يبدأ يتحدث عنه بعد أن الناس يبدأ يتكلمه الآن يبحث عن أنه يبحث عن سيحة وهكذا لا يمكنك تقصد الحقيقة لذلك الواقع المسلمي وليس أذكر الواقع المسلمي يجب أن يتحرك ويجب أن يتحرك ويجب أن يتحرك أريد أن يتحرك مع ذلك فهو يتحرك أن يتحرك مع ذلك اشترك الله هناك المبارس هناك رأس هناك رأسك فيك يتحرك أنك لا ترى فهو يرى أنك لا ترى لا ترى أنك في محرم إذا كنت تتحرك إذا كنت تتحرك إذا كنت تتحرك لديك حقا لتحرك مع أخر أو أخر من أي شخص إلا أنك تكون ملتقاً 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 لا ترى أن يتحرك كل شخص يتحرك مع ملتقاً يتحرك أنك تتحرك لذلك تتحرك تتحرك ملتقاً مع الأشخاص هذا لا يتحرك إذا كنت تكون ملتقاً ملتقاً كما تتحرك إلى الإسلام والسنة دورة هنا تبدأ أن تتحرك وصلى الله وسلم وبارك على بينا محمد اللهم ألنا الحق حقاً ورسونا اتباعاً وألنا الباطلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة 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 شكرا 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 شكرا